احنا كنا مع نوها في الجيزة هنروح دلوقتي لإسكندرية وزملتي العزيزة دونيا إبراهيم صباح الخير يا دونيا صباح الخير يا نوزين طبعينينا النهاردة ثالث يوم وآخر يوم أخبار الإقبال ايه على مدار اليومين اللي فاتوا والنهاردة ايه الدنيا خليني بس أقولك ان انتي صباحك النهاردة صباح إسكندران بدأت بنوها وبيا فصباحك النهاردة إسكندران يعني مختلف تماما عايزة أقولك انه في اليوم الأول كنا بنقول ان اللي كانوا متصدرين المشهد هم كبار السن يليهم المرأة زاد عليهم بالأمس الوافدين لأن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بان الوافدين ليهم حق التصويت بجميع اللجان ده أعطاهم فرصة كبيرة جدا وتشجيع على النزول الاستفتاء كنت موجودة في لجنة اسمها مركز شباب سموحة وكنت في حديث مع رئيس اللجنة 17 مستشار ذكرية شفعي فقال لي ان الاقبال هنا كان تاريخي لان اليوم الأول كان الحضور في 1800 من المجموعة الكلي ستة لاسة واليوم الثاني لغاية ساعة أربعة كان 1200 لو جمعناهم حنلاقي انه نص العدد الإجمالي بتاع اللجنة كان حاضر لغاية بالأمس ساعة أربعة 50% منهم نزلوا وعايزة أقول لي كان لحم شديد شديد جدا جدا لدرجة انه كانوا بيضطروا يجيبوا كراسي علشان يقعدوا الناس علشان الطابول كان كبير جدا ففي ناس ما كانتش قادرة ان هي تقف وقت طويل احنا شايفين ان اسكندرية دنيا الحقيقة قيمة بدور كبير وشايفين ان فيها مسيرات كبيرة جدا من فئات مختلفة من الشعب كلمين عن الحشود دي كلها نزلة بدافع ايه وتأمين هذه الحشود طبعا بالإضافة لتأمين اللجان والعملية الاستفتاء بصفة عامة الحشود اللي شايفاها دي زي اي مكان في مصر مش اسكندرية بس نزلة بدافع وطن وعلى فكرة يعني احنا دايما كلمة الكلام اللي هو اللغة العربية الوطنية والمشاركة والحاجات دي احنا بناخدها على انها كلام كده يعني زي ما بالبلد ينقول كلام انت لكن حقيقي والله فعلا انا شايفة ناس عندها وطنية بتجري في دمها الناس البسيطة قوي يعني انا امبارح قابل رجل كفيف وبالفعل سجدنا معه ونسو الله يزاعي من نهاردة الرجل الكفيف ده وانا بسأله حضرتك نازل ليه النهاردة قال لي انا نازل علشان العزوف لن يحل مشاكلنا احنا لازم ننزل ونحل مشاكلنا بنفسنا فقلت له حضرتك اطلعك على بنود الدستور الجديدة الحركة نازل صوت عليها قال لي طبعا تخيالي نفين يعني الراجل ده ايه النازل اللي عنده اللي هتخليه يترجم او حد يترجم له الدستور الموجود او التعديل اللي المفروض يتم بطريقة البرايل على سان يعرف يقراها مين اللي خليها يعمل كده حاجة داخله هو مش حاجة تكبره على انه يعمل كده غير نازلاته الوطنية وحبه لاستقرار البلد مش كلام مبس لا ده كلام مترجم على الارض الواقع كلنا سايفينه عايز اقولك كمان انه من ضمن الامور اللي كانت موجودة مبارح لفتر نظر جدا الفنان احمد سيبة هو سكندري الاطل كان بيجوب السوارع مبارح وكان له دور ايجابي جدا في اسكندرية الناس طبعا كان بتلتف حوليه قوي وكان بيشجعهم بالفعل على النزول من المواقف الانسانية جدا جدا اللي برضو بتخلي الناس يعني اكيد لما حد بيحصل معاه مواقف زي كده ويروح يحكي الجيرانه او اصحابه اكيد ده بيشجعه على انه انزل فيه ناس بتهتم ليك فيه ناس ليها مواقف انسانية برضو كان فيه مرتشار رئيس لجنة 41 في مدرسة روز دي الحقيقة كان بيسمح للناس اللي سكنة بعيد قوي لما بتجيله وبتبقى جاية غلط او بتبقى مش قادرة انها تروح خاصة ده واليحتاجات الخاصة كان بيسمح لهم بالتصويت هما مش وافدين لكن سكنين بعيد يعني اللجنة بتاعتهم بعيد عنهم كان بيسمح لهم بالتصويت وكان بيسهل جدا جدا الاجراء فكل المواقف الانسانية دي نبع من نوازع شختية نوازع انسانية جواهم ما حد يسأل لهم عملوا كده ما فيش حاجة تكبره ما فيش قانون يكبره ان هو يخلي الناس يفاهل عليهم ويقول لهم ادخلوا تواطف مكان غير ما خانكم صحيح فالنزعة الانسانية مسيطرة تماما على الشعب المصري ككل ومش الشعب السكندري فقط احنا اليوم الاخير النهاردة متوقع ان الاقبال يفضل برضو كثيف وكبير على اللجان من خلال يعني مرحزاتك يعني زي ما تفضلت وقلت في بداية حديثك ان احنا دايما منتظرين اليوم الاخير لكن اللي فاجئنا المراضي ان احنا من ساعة الاولانية ومن الدقيقة الاولى واحنا فيه زيحم شديد فما بالك اليوم بقى اللي هم معتدين علينا هم ينزلوا فيه فأنا طبعا متوقع خير وانساء الله وانساء الله يكون يعني ازحم واكبر من الايام اللي فات يا رب ان شاء الله واحنا اكيد هنفضل متابعين معاك يا دونيا باذن الله اسكندرية من المحافظات العزيزة جدا على لبنة بشكر زملتي العزيزة دونيا ابراهيم على هذه التغطية المتميزة